مساء الخير يا برج الميزان. يا رب كنوا كلكم بخير. تمنيني عليكم الايام اللي فاتت عدد عليكم ازاي. كانت ايام اعتقد صعبة تقيا على الابراج كتير منها على الابراج الهوائية. فبقوا اكتبوا لي في التعليقات. كنت عامليني ازاي خلال الاربعة يام اللي فاتوا. هنشوف بعد الوقت شهر مايو. بما ان فاضل ايام الليلة جدا في ابريل. فخلينا نشوف الاسبوع الاول من مايو ممكن يكون جايب ايه لبرج الميزان في الطريق. يلا بينا نبتدي القرية من كروت الملائكة. ننزل تلات كروت. سينا نعرف ما القادم لبرج الميزان في الاسبوع الاول من مايو. ما القادم لبرج الميزان. اوكي. اه ما حاجة ان الكارت اللي طار ده كارت الحركة السريعة اصلا. تايم تو تيك اكشن. اوكي. سكس اف ايرل. واو. حلو حلو او. ادي كارت كمان. اول حاجة كارت امبرول لما بينزل خاصة من كروت الملائكة. اه بيكون معناه ان في حاجات معينة انت يا برج الميزان. ممكن يكون بقالك فترة بتخطط لها. او بقالك فترة بتسعى ليها. اه. اه. وممكن تكون رغم انك مش شايف ليها نتائج قوية. او مش شايف ليها تجسد على الارض الواقع. يعني الحاجة دي انت مثلا عملت تخيلها كتير لكن مش بتجسد على الارض الواقع. عملت اسعى ليها كتير لكن محصلتش على الارض الواقع. الكارت ده بينزل لما بيبقى بشارة من الملائكة ان الحاجة اللي انت بتسعى ليها دي هتحصل وهيحصل فيها استقرار وانت سنام تحصل بمجرد اما هي تحصل. خلاص هتكون في وضعي ثابت مش هيتحرك تاني. طيب ده معنى ايه? ممكن يكون معنى مليون حاجة لكل شخص يعني مليون معنى حسب الشخص اللي بيتفرج. يعني مثلا ممكن يكون اللي بيسمع الحاجة دي تخص حياته العاطفية. انه مثلا بقاله فترة مشتت عاطفيا مش. بيتخيل شكل علاقة مريحة. بيتخيل شكل عايز العلاقة العاطفية تدخل حياته تكون جواز مثلا مش ارتباط بس. مهم ان هي حاجة فيها استقرار. حد بيتنقل بين كذا شغلانة وعايز يستقر. حد بيتنقل بين كذا بيت وعايز يستقر. فكرة انك انت يا برج الميزان عملت تسعى في حاجة معينة فيها. زي ما بيقولوا كده تنطيت كتير وبعدين هتستقر في مكان واحد. والاستقرار ده هيكون مريح لك و مجزي لك نفسيا وماديا كمان. طيب اااا ده مش معناها ان لازم يحصل بالزبط في الاسبوع الاول من مايو. بس على اقل طاقة الحاجة دي هتتحرك ناحيتك يا برج الميزان في الأسبوع الأول من ميل طيب عندنا سيكس وف ايرل وده سيكس وف بينتكلز في التروت العادي ماتيريال نيدز جيت فولفل ان ماجيكال ان انكسبكتيد ويز سيكس وف بينتكلز ده كارت الحقوق اللي بترجع لصحابها يعني بمعنى ايه أولا هو كارت من كروت الفلوس كارت من كروت الميل وعادة بينزل للشخص اللي عنده فلوس متأخر عند حد أو ورس متأخر ومش شرط يكون كارت فلوس طول الوقت على فكرة ممكن كمان يكون كارت احساسك بحقك المعنوي مثلا مهضوم مش حاسس انك بتاخده بالشكل الكافي فده معنى ان الكارت درما بينزل معنى ان الحاجة دي برج الميزان اللي انت منتظرها تجيلك سواء فلوس أو تقدير معنوي هتحصل واتحصل بشكل غير متوقع وسحري يعني بشكل كده زي زين هي اداء معجزة أو بشكل انت مكنتش تتوقع يا برج الميزان خالص طيب night of gabriel time to take action night of gabriel ده اللي هو night of wands في التروت العادي night of wands في التروت العادي ده يعني دي طاقة الشخص اللي بقى عنده شغف يتحرك ناحية الحاجات اللي هو نفسه فيها ممكن تكون الفترة اللي فاتت يا برج الميزان كنت حاسس بسقل بخمول بانك مش عايز تسعى حتى ناحية الحاجات اللي انت عايزها فكرت ده بيقولك يا برج الميزان لا ان الفترة الجاية هيكون فيها شغف الفترة الجاية هيكون فيها خطط انت عايز تتحرك تجاهها حاجات انت مبسوط انك بتعملها يا برج الميزان فعايز تاخد خطو عايز تتحرك عايز تروح عايز تيجي مش 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 هتقعد في القوقعة اللي كنت عاد فيها قبل كان طيب هزين نشوف بقى من كروت القمر نحن خرجين من فول مون شهر مايو ممكن يجيب لجرج الميزان ايه في طريقه شهر مايو ممكن يجيب لجرج الميزان في طريقه السبوع الاول بل زيت ام paints الآخر ميز الكروت فيريتيل برج اوه ماجيكال في كلمة ماجيكل نزللكو مرتين يا جورج الميزان في حاجة سحرية تحصل في حياتك قريب يا جورج الميزان مش سحرية يعني مشارك تكون سحرية بمعنى السحر بالمعنى الحرفي للكلمة ولكن فيري تيل وماجيكل اولا هنا نزلك ان الحاجة دي تتحقلك بشكل غير متوقع وسحري وبعدين هنا نزلك ماجيكل فيري تيل بريز وده معنى ان في حاجة نفس الطاقة يا برج الميزان زي ما يكون عندك حلم يا برج الميزان وتخيل ان الحلم ده كأنه قصة فيلم او فيري تيل دي اللي هي القصص الخالية من اللي ملهاش وجوده على الارض الواقع فمعنى ان ينزلك ماجيكل فيري تيل فانت عتعيش قصة ما يا برج الميزان شبه قصص الخيال يعني عايزين لازم نفسر الطاقة دي نعرف القصة دي القصة دي ممكن يكون ده شغلة يجيلك يا برج الميزان انت كنت بتحلم به ممكن يكون شخص انت كنت حاسس انك مستحيل توصله او ترتبط به ممكن يبقى كنت بحاجات كتير جدا فخلينا نكليريفاي الماجيكل فيري تيل اللي جاي لك دي برج الميزان القصة الصحرية قوي دي هتخليك زي ما تكون كان فيه قبضة جوا صدرك وعرفت تتنفس تاني هتحس انك رايح في اتجاه مختلف تاني في الحياة خالص طيب خلينا نفسر الطاقة الغريبة جدا دي ماجيكل فيري تيل ايه القصة الخيالية السحرية اللي جاية في طريق برج الميزان كينجوف بنتكيلز شايف قصة سندريلا والامير كينجوف بنتكيلز ده كينجوف بنتكيلز ده مليك واو سيكسوف بنتكيل هو دكرت ده على فكرة لا فيه ميو هيبقى فيه فلوس كتير عندنا برج العزراء بقوة لو حد بيتعامل مع برج العزراء عندنا طاقة برج العزراء وطاقة برج الحمل بقوة في العقرب القصة دي هتكون فيها فلوس الماجيكل فيري تيل دي متعلقة اكتر بالفلوس يعني طبعا طبعا ممكن تكون بالنسبة لناس قصة حبه كينجوف بنتكيلز ده يكون لان معناه كينجوف كابس كمان كينجوف بنتكيلز وكينجوف كابس المتنين مع بعض ممكن يكون شخص هيظهر في حياة برج الميزان طبعا ده معظمه للانسة اكتر ده انسة برج الميزان وهيكون شخص غني وهيكون شخص جاي كمان يدخل العلاقة بحب وعشان كده انا قلت شايف اعتقد سندريلا شوي لا طيب بالنسبة لانسة برج الميزان اللي ما اتجاوزتش اعتقد نسبة كبيرة جدا من اللي بيسمعه الفيديو ده يجاوزه واحد غني كمان يعني هيشه حياة مستقرة مع واحد غني بعضهم الموضوع ممكن ما يكونش جوازه على القدم يكون علاقة قدرية تظهر في طريقهم لان فيه كوينوف بنتكيلز وكينجوف بنتكيلز ودي بتظهر لما الملك والملكة من نفس العنصر بتظهر لما يكون معه عجلة الحظ كمان تلاتة مع بعض بيبقى علاقة قدرية علاقة لازم تظهر في حياتك بس الحمد لله برج الميزان مش هتظهر في حياتك تعلمك درسك العادة هتظهر في حياتك عشان تحقق لك امني العلاقة دي هتظهر في حياتك يا برج الميزان الموردي عشان تحقق لك امني عشان تعلمك درس طيب عايزين تفاصيل اكتر عن طيب بالنسبة للي بيسمعوا ومش مدوروا على علاقة حب أو حاجة زي كده فبكل تأكيد الطاقة دي معناها ان في حد هيجي هتبنك مهنيا يا برج الميزان سواء راجل اوسط هيتبنك مهنيا هيتبنك ده زي سبونسر منتج مدير في الشغل حد مؤمن بقدراتك حد مؤمن باللي انت بتقدر تقدمه في شغلك وهيتبنك مهنيا وهيديك المقابل المالي اللي انت تستحقه طيب ايه تاني نقدر نعرفه عن طاقة الماجيك الفيري تيل دي ايه القصة السحرية اللي هتبقى جزء من الخيال وهتظهر لبرج الميزان في شهر خمسة هي امنية بتتحقق يا جماعة امنية بتتحقق كرت الامنيات اللي عمالها تتحقق امنية بتتحقق ده على حسب كل حد بيتفرج انا امنيتي غير امنية كل شخص بيتفرج على الفيديو ده دلوقتي لكن الاكيد الاكيد يا برج الميزان ان في امنية تتحقق وبسرعة لان نايت اوف سورد ده محسسني انها ممكن تحصل فعلا في الاسبوع الاول من مايو لان نايت اوف سورد ده نايت سريع ونايت اوف كوميونيكيشن حد يتواصل معاك هيكلمك عن الامنية دي هيكلمك اللي هو نايت اوف سورد ونايت اوف جبريل اعتقد يا برج الميزان انك في شهر خمسة هتبتدي الحياة تبقى فيها احداث سريعة جدا واو ايس اوف كابس و جوجمينت ونايت اوف وانس تاني في بداية جديدة ليك يا برج الميزان بداية جديدة هتبتديها من قلبك آه كلام هتسمعه آه من حد سواء الشخص اللي انت مستنيه ده حبيب أو حد هيرعوك في الشغل كلام هتسمعه اخيرا هتحس ان هو ده الكلام المفروض يتقلق حد عارف يقولك الكلام الصح حد عارف آم يفهمك صح ويتواصل معاك صح آه اتقد الشخص اللي داخل حياتك ده برج الميزان سواء يكون شغل أو علاقة اتقد شخص ناضج آه شخص عارف امتك شخص آه واصل لمرحلة من السبات والنطج في التفكير وفي المشاعر آه انه يقدر يا برج الميزان اللي ممكن للمرة الاولى انه يحتويك انت متعود دايما يا برج الميزان ان انت اللي بتحتوي الاخرين لكن الشخص ده شخص قادر على حدوائك شخص قادر على ان يقدم لك السبات المادي والنفسي ومشارط النفسي ده بقى ممكن يكون بسبب انك مرتاح في الشغل او النفسي ممكن يكون عطافي بسبب ان هي علاقة حب مستقرة على حسب وضع كل حد فيكو الماجيكا الفيري تيل دي هت هتتترجم ازاي على الارض الواقع بجد طاقة جميلة جدا يا برج الميزان احنا محتاجينا الفترة دي بسبب يعني مش هقول من اول السنة تعبنين بس كانت في فترات صعبة علينا عدت من اول السنة كبرج الميزان كده الابراج التانية برضو بس الميزان اعتقد من اكتر الابراج اللي تعبت خاصة في العشر ايام اللي فاتوا فالطاقة اللي جايلك دي في مية برج الميزان انا حسنا تعويضات الهية متجسدة على شكل بشر او انسان واحد انسان واحد مستقرة نفسيا مستقرة مديا عارفه وعايز ايه في الحياة وشايف ان حاجة من الحاجات اللي هو عايزة في الحياة دي امتى يا برج الميزان سواء ده حد بيعمل مشروع وعايزك تشارك فيه او ده حد بيدور على شريك حياة طبعا بعد الموضوع ينطبق على فكرة برضو على ان اللي بيسمع رجل برج الميزان عادي ممكن تظهر له واحدة في حياته بنفس الطاقة دي مش شرط تكون راجل ولكن هتكون حد متحقق جدا وهيحبك يا برج الميزان ويديك مساحة في حياته فدي دقة لطيفة جدا جدا بصراحة يعني اتمنى ان اكون من نصبنا كلنا طيب نختم الاراية بايه نختم الاراية بايه نختم الاراية بكارت من كروت ملائكة برضو ايه رأيكم كروت ملائكة انا مش عارفها يا فين طيب لأ في حاجة بتقولي نزلي كارتين من دول ايه الرسالة الاخيرة اللي نقولها لبرج الميزان على الشهر الاول من مايو ايه الرسالة اللي نقولها لبرج الميزان امبرور امبرور عند امبرور استقرار يا برج الميزان امبرور ده واو سيكس وفارت لا في فيه استقرار اولا اولا اللي عندهم انفصال مع برج الحمل دي حاجة كده داخلة في النص كده اللي عندهم انفصال مع برج الحمل بنسبة كبيرة جدا 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 هيبقى فيه رجوع مع برج الحمل اوكاي دي اول حاجة واضحة لي جدا ولكن بقى بشكل عام لكل برج الميزان ام فيه استقرار فيه شخص مهم جدا داخل حياتك يا برج الميزان امبرور بقى له فترة بينزل لكل قرية برج الميزان امبرور عادة بيعبر عن الاستقرار بيعبر عن شخص وصل لمرحلة من الاستقرار مهمة مديا ونفسيا وكمان بيعبر عن شخص داخل حياتك واعتقد يا برج الميزان في قرية تقالاما فيه كينج اوف بنتكل وكينج اوف كابس يبقى امبرور هنا ده الشخص اللي هو الامبرور ده اللي هو كل الملوك بتاعتروت المتجمعين فانا حاسة ان امبرور هنا مش بس استاباليتي لأ شخص كمان داخل حياتك انا عايزة وسيكس اوف كابس دي معناها ان الشخص ده ممكن يكون على فكرة علاقة من حياة سابقة يا برج الميزان الشخص ده ممكن يكون حياة من علاقة سابقة علاقة من حياة سابقة طيب عايزين نجيب تاروت تاني نسأل الامبرور ده ليه بيظهر لنا كتير في القراءات سيكس اوف كابس كارت من كروت الرجوع والنستالجا والحنين والعلاقات اللي من الحياة سابقة فالشخص ده او كروت وبرده الصداقات يعني الشخص ده لما يدخل حياتك يا برج الميزان حتى ممكن يبقى صديق مش شرطة علاقة عاطفية لكن هي طبق علاقة صحية جدا والاكيد الاكيد الاكيد ان هو سول ميت وانتو عارفين ان السول ميت مش شرطة يكون حدا ندخل معه في علاقة عاطفية ونتجاوزه لأ السول ميت ممكن يكون حتى صديق طيب عايزين نعرف ليه الامبرور بينزلينا كتير تيمبرونس اس وف كابس تاني عندك اس وف كابس مرتين في القراءة يا برج الميزان اس وف كابس ده كارت البدايات العاطفية الجديدة مع النفس ومع الاخرين بمعنى انك يا برج الميزان تعرف تحب نفسك بالشكل الصح فده يسمح لك انك تحب اللي حواليك بالشكل الصح مع تيمبرونس فده تعافي فامبرور بالنسبة لناس كتير جدا جدا هيكون طاقة التزان وتوازن عاطفي ونفسي طبعا بالنسبة لناس تعني هيكون شخصا هيدخل حياتها بس بالنسبة لنا احنا كلنا كميزان امشور ان هي دي لنا كلنا والبعضنا هيظهر بقى الشخص لكن الاكيد لكل حد بيسمع دلوقتي ان امبرور بتنزل كارت الامبراتور بينزل كارت الاستقلالية والثبات والاحساس بالتوازن هينزل بسبب يا برج الميزان انك هتتعافع عاطفيا من حاجات كتير مريت بيها مؤلمة هتاخد قرار انك تبعد عن اي حاجة هتسببلك منتال كونفلكت اي مشاكل زهنية وهتخش هتشوف الامور من منظور مختلف الفترة الجاية تماما يا برج الميزان هتشوف الامور من منظور مشرق قرارتك من تهاب صان يا برج الميزان وكارت صان ده من اكتر كروت الايجابية في التروت طيب ايه اللي ننتظره كميزان بعد القرية دي في الاسبوع الاول مايو ومن هي تحققلك بشكل سحري بداية قصة جديدة في حياتك كأنها ماجيكال فيري تيل اللي هو يعني قصة سحرية من عالم اخر ارجوكو لما تحصل اي حاجة عرفوني اللي عندي شغف اكيد كل حد هتحصل له القصة دي بشكل مختلف والاهم من ده كله من وجهة نظري اللي بيحصل جوانا اهم من اللي بيحصل حوالينا التوازن النفسي اللي هنحس بيه والاحساس بالتفاعل اللي هنحس بيه كميزان ونظرتنا للحياة من منظور مشرق اكتر بعد فترة من الظلمة والكآبة يعني فيا رب يا برج الميزان كلكو تبقوا بخير وكل شهر وانتوا طيبين واسفا ان انا تأخرت في الفيديوهات بس كنت زيكو تعبانة طيب ما تنسوش تعملوا لي لايك لو القرية عجبتكو وسبسكرايب وصيبوا لي تعليق عن كنتوا عامليني ازاي الفترة اللي فاتت وكمان استقبلوا البشرة اللي في القرية النهاردة شكرا ليكو واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله